ننضم إلينا من الكاهرة الخبير الاقتصادي محمد أنيس أهلا بك معنا في منتصف النهار أهلا بك يا أستاذ دانا وكل سادة المشاهدين شكرا بداية في رأيك لماذا تحرس المجر على تعزيز علاقتها مع مصر أولا كده التأصيل التاريخي للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والمجر يمتدل إلى أكثر من 95 عام لكن الحقيقة أن التدويج اللي تم بالزيارة الأخيرة لرئيس وزراء المجر هو تدويج لحقبة بدأت نقدر نقول تقريبا من 10 سنوات منذ مرحلة الاضطراب السياسي اللي كان موجود في مصر وتبني المجر مجموعة أخرى من الدول لوجهة النظر المصرية وتسوقها وترويج لها ودعمها داخل الاتحاد الأوروبي وفي المحافلة الدولية الأخرى ده أخذ العلاقة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المصرية وحتى الاستراتيجية بالكامل إلى مرحلة أخرى وده اللي أدى إلى ثقة شديدة جدا متواجدة ما بين مؤسسات الدولة المصرية والمؤسسات الدولة المجرية وليس الموضوع عبارة عن علاقة طيبة ما بين زعماء أو أشخاص فقط لغير لا ده بقى فيه ثقة متبادلة ما بين المؤسسات وبين الدولة المصرية وبين الدولة المجرية وده اللي نقدر ندال عليه بالتصريح اللي بيؤكد أن قضية الهجرة الغير الشرعية واللي هي قضية مؤرقة للغاية لأوروبا وتحديدا للمجر وباقي الدول الموجودة في أوروبا الشرعية اللي بتبقى دايما مستقبلة للاجئين قبل وصولهم إلى أوروبا الغربية القضية دي مؤرقة جدا ليهم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لما رئيس الوزراء المجري يتحدث أن مصر هي السمام الأمان لأوروبا في هذه القضية ده أمر حيوي جدا ويدلل على هذه الثقة ده أولا كده قبل ما نتحدث في أي مراحة قصادية أخر برأيك هل هذه العلاقة الوطيضة لها أي أمر بشأن علاقة بعضويتها في مجموعة فشك راد التي تعزز منذ سنوات طويلة علاقتها مع القاهرة بما أنك تكلمت أنه قال أن صمام الأمان هو أمر حيوي جدا بكل تأكيد منطقة أوروبا الشرائية منطقة مهمة لمصر ومصر على المستوى السياسي والديبلوماسي لا تمارس أدوار المحاور على المستوى الدولة أو المحافرة الدولية وبتفضل دايما أنها بقى لها علاقات متزنة وعلى تواصل دائم مع الجميع ده خلنا عندنا شكل من أشكال التواصل مع مجموعة الدول اللي موجودة في أوروبا الشرائية واللي من أهمها المجر واللي تم تدوجها للعديد من المناحي الاقتصادية في هذه الزيارة يعني لو بصينا هلأ أن رغم من التبادل التجاري ما بين مصر والمجر رقميا رقم مش كبير دلوقتي يعني في حدود 400 مليون دولار لكن نظرا لتوسع مصر في استراتيجية التصدير واستهدافنا للتصدير إلى أوروبا فهتبقى المجر من الدول المهمة جدا بالنسبة للصادرات المصرية كمدخل للاتحاد الأوروبي دي حاجة الحاجة الثانية أنه هيكون فيه تبادل ونقل التكنولوجيا فيما يخص صناعة العربات السكك الحديدية والصناعات الثقيلة المرتبطة بالنقل وهما متميزين في هذا الأمر إذن أنا بدل ما أبقى مستورد ومشتري إلى هذه المنتجات وإلى هذه التكنولوجيا بتحول بالشراكة الاستراتيجية مع المجر إلى مصنع ثم من الورد جدا أننا نبقى مصدرين على الأقل للأسواق الموجودة في أفريقيا وموجودة في الشرق الأوسط وضاف إلى ذلك أن السائح المجري بيفضل أنه يجي لأجواء الدفئة ومصر مقصد سياحي هام للسياح المجريين ومن المتوقع أن يكون فيه زيادة في تضافقات السياح المجريين في المرحلة القادمة إذن كنت تكلمت عن السياحة الآن ولكن أريد أن أستوضح منك موضوع معين هذه الزيارة كيف ستنعكس لمصر على التبادل التجاري ونافذ الصادرات المصرية إلى المجر وأوروبا الشرقية طبعا بشكل عام شوفي حضرتك المجر عضوة في الاتحاد الأوروبي وبناء وتقوية العلاقات التجارية المباشرة ما بين الدولة المصرية والدولة المجرية معناه بالتبعية أننا لدينا قدرة على النفاذ إلى باقي أسواق الاتحاد الأوروبي نظرا لأنه سوق مفتوح نقل التكنولوجيا اللي بيتم ما بين مصر والمجر يعني سواء من المجر إلى مصر أو من مصر إلى المجر هيفتح الأبواب للصادرات المصرية أنها تتضفق بسهولة أكبر إلى الاتحاد الأوروبي خاصة فيما خص بالإضافة للقطاعات التي تحدثت عنها أيضا القطاع المرتبط بالصناعات الزراعية أو الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي وصناعات الطعام هذه الصناعات لدينا فيها ميزة كبيرة وهم لديهم العديد من التكنولوجيا المرتبطة بالري وبالمياه وبحسن استخدام المياه وتحليط المياه وخلافه مزج هذه الخبارات مع بعضها مع زيادة الاستثمارات في هذا القطاع يجعل فيه فرصة أكبر لتضفق الصادرات المصرية في قطاع مهمة زي هذا إلى المجر كمرحلة أولى ثم إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي هناك من يقول أن مناخ الاستثمار في مصر في ضوء الإصلاحات طبعا في السنوات الأخيرة هو الذي ساهم إلى زيادة الاستثمارات المجرية في مصر بكل تأكيد نفذنا برنامج إصلاح اقصادي بسبب نتائجه وكنا قادرين نقف على رجلنا في الثلاث أزمات المتتالية دوليا اللي حصلت بابتداء من كورونا لحد الحرب الأوكرانية الروسية وبنكمل باقي الإصلاحات دي الآن وده يعني هيخدنا إلى مرحلة جديدة لأن احنا كان ينقصنا بعض الأمور المرتبطة بالبنية التحتية نفذناها ينقصنا بعض الأمور الآن المرتبطة بالتحسين البنية التشريعية والتحول الرقمي وده احنا بننفذه من خلال الحكومة الرقمية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتحسين إجراءات البنورية وخدنا إجراءات معلنة دلوقتي وواضحة وصريحة اللي مرتبطتنا فيه الرخصة الزهبية كاختصارا لكل الإجراءات والكل الترخيصات اللي ممكن تعيق أي مستثمر عشان يبدأ شغله كل هذه الأمور مع بعضها هي تحسين لمناخ الاستثمار وهي رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب بشكل عام وللحالة المجارية اللي احنا بكلم عليها النهاردة أن فيه فرص استثمارية كبيرة وعيدة في مصر سواء كان فيه استهداف للسوق المحلي لأننا سوق محلي ضخم عندنا 100 مليون مستهلك أو الأهم بالنسبة لنا كمصريين هو أن هذه الاستثمارات تبقى استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة للتصدير يبقى من السهل أن يبقى فيه مستثمرين مجاريين يجوا يشتغلوا في مصر ثم يعيدوا الاستثمار يعيدوا تصدير منتجاتهم إلى المجار وإلى بقى الدول الأوروبية لأن هم فاهمين الديناميكية الأسواق داخل الاتحاد الأوروبي بما أن هم ينتموا إليه وبالتالي من الأسهل لهم أن هم يصدروا إلى أوروبا وهنا نبقى إحنا استفادنا بهذه الشراقة معهم أنه هو عنده قدر على النفاذ أكبر الاتحاد الأوروبي أكثر من لو مستثمر مصري محلي هو اللي عاوز يدخل الاتحاد الأوروبي أو يدخل أسواق الاتحاد الأوروبي من تلقاء نفسه طب إذن عبر رئيس وزراء المجار فيكتور أوربان عن سعادته بالتعامل مع مصر وليس تجاريا فقط بل صناعيا أيضا فما هي المشاريع التي سوف يتم تنفيذها عقب توقيع العديد طبعا من مذكرات تفاهم وما سبقها من تعاون كنا قد تحدثنا عنه الآن بالفعل فيه اتفاق موقع لشراء حوالي 1400 عربة قطار مرتبطة يعني قطار ثقة حديد المهم في هذا الأمر أنه هو مش عقد بيع وشراء يعني مش طرف بيع وطرف مشتري فقط لكن فيه نقل تكنولوجيا وتصنيع محلي داخل مصر ده الأمر اللي يهمنا توطين هذه التكنولوجيا بحيث أن يبقى عندنا قدرة لاحقة على التصدير لأن احنا مستهدفين الأسواق الأفريقية والأسواق منطقة الشرق الأوسط بشكل نعم في المرحلة القادمة لما نمتلك هذه التكنولوجيا ونلبي استهلاكنا المحلي أو احتياجاتنا المحلية عبر توطين هذه التكنولوجيا وتصنيع محلي أفضل لنا كثيرا من أننا ألبي هذا الاحتياج من خلال شراء فقط ويبقاش عندي قدرة لاحقة بعد كده على التصنيع والتصدير وبالتالي الاتفاق مع المجر في هذا القطاع في نقل التكنولوجيا حتى نتمكن لاحقا من استثمار علاقتنا السياسية القوية اللي أعدنا بناءها مع أفريقيا حتى نعيد تصدير هذه الصناعة إلى أفريقيا وإلى باقة الدول الأفريقية كيف سوف يتم هذا الاستثمار سياسيا؟ هل ممكن أن توضح لنا أكثر؟ نحن سياسيا كمصر بالفعل اشتغلنا طول السبع ثمان سنين اللي فاتت على استعادة المكانة الدبلوماسية والسياسية القوية والعودة إلى أفريقيا من جديد ده بالفعل تم وفيه علاقات قوية وسياسية مرحب بها جدا من كل الطرفين سواء من الدولة المصرية أو من الدولة الأفريقية على مدارة السبع ثمان سنوات الماضية العلاقات دي بتبقى العلاقات سياسية القوية دي بتفتح الباب أمامك لعلاقات ثقافية واجتماعية وتبادل تجاري وثقافي وكل مناحي الحياة عفوا لما يبقى فيه تصنيع محلي فيه القطاعات اللي هذه الدولة الأفريقية محتاجاها هم محتاجين كل الإنشاءات المرتبطة بالبناء التحتية محتاجين خطوص سكك حديد محتاجين شبكات مياه وشبكات كهرباء وبالتالي الفائد اللي احنا بنعمل دولاتي في قطاع الكهرباء نقدر نصدره عبر مد شبكات مع الدول الأفريقية التوطين التكنولوجيا المرتبط بعربات السكك الحديد أقدر أننا لاحقا أبيع أو أصدر هذه المنتجات إلى أفريقيا ده كله استغلال وحسن استخدام وحسن استثمار للعلاقات السياسية اللي قعدنا بناءها على مدار سابعة ثمان سنوات الماضية طيب إذن سيد محمد برأيك ما هي مجالات التبادل الاقتصادي بين البلدين يعني ما هي سبل تعزيز الميزان التجاري بينهما بالتحديد الميزان التجاري ما بين مصر والمجر دولاتي في حدود 400 مليون دولار مبلغ مش كبير أبدا ممكن يدخل فيه مرحلة مليارية سريعا من خلال يزا ملتر حضرتك توطين التكنولوجيا المرتبطة بالأمور المتقدمة فيها المجر زي القطاع بتاع السكارك الحديد والصناعات السكارك الحديد والقطاع المرتبط بالرأي وحسن استخدام المياه هم متقدمين في هذه التكنولوجيا نقلها إلينا هيبقى مفيد لنا وليهم أيضا لما يكون فيه استثمارات مجارية في مصر مرتبط بالصناعات الغذائية ده هيفتح الباب لإعادة تصدير هذه المنتجات اللي هيتم تصنعها في مصر لأنهم سوء مستهلك لهذه الأمور وبيستوردوها وفيه قدرة على نفاذ المنتجات اللي تبقى مصنعة في مصر باستثمارات مجارية فيه اتفاقات تسمح بالنفاذ هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي بسهولة ويسر أكبر أكثر كثيرا جدا من لو هي مصنعة فقط في مصر باستثمار مصري بدون شراكة مع دولة من الاتحاد الأوروبي وده هنا المنفذ اللي أنا ذكرته لحضرتك في البداية خالص أن كانت تم تقوية العلاقات وتوثيقها في الحقبة اللي احنا فيها ده لآخر عشر سنوات نتجه عن أن المجر ومجموعة من الدور الأخرى كانت نافذة مصر على الاتحاد الأوروبي لتسويق وحسن إضاح الموقف المصري السياسي المصري في فترة الاضطراب السياسي اللي مردنا بها من عشر سنوات ماضية إذن شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد أنيس كنت معنا من الكاهرة شكرا لك شكرا لك